اهلا بكم يوم جديد جميل بوجودي مع حضراتكم برنامجكم لايف مع روحيم يا مساء الورد والفل والاسمين المرة اللي فاتت قلنا ان برنامج ده ده مختلف لانه مركز بس على التغذية والتغذية العلاجية وحل مشاكلك الصحية عن طريق الغذاء عشان كده لو بتدور على دايت لو اوص حدك تبقى افضل هنا مكانك الصح الحلقة اللي فاتت قلنا ان احنا هنبدأ ناخد حاجة اسمها تحدي روحيم حالة هناخدها كل اسبوع تكمل معانا لمدة شهر total free مجانا بشكل كامل من كشف المتابعات لجلسات على اكسبنا موضوعية وفعلا ان شاء الاسبوع ده بدأنا حالة تقعد معانا لمدة شهر واستاذ البوسينة هنشوف فيديو ليها بدايتها معانا في التحدي حالتها صحية عاملة ازاي عشان بإذن الله هنتابع حالتها ونشوف في الاخر بقت عاملة ازاي وان شاء الله الحلقة دي هناخد واحد من حضراتكم وحنقولكم الشروط اللي بناخدها لأساسها كنت وعدتكم المرة اللي فاتت احنا نتكلم المرة اللي فاتت على طرق سد الشهية بوسائل طبعية وبسيطة موجودة في المطبخنا كلنا او تكاليف قليلة موجودة في كل مكان تقدروا تبقى الحلقة على قناتنا على اليوتيوب او على صفحتي صفحة دكتور محمد روحيم النهاردة هنتكلم على الفيتامينات الفيتامينات المؤثرة بقوة في عملية الحر انت استحالة تبقى تعبان وتخص كويس استحالة يبقى جسمك محتاج معادن واملاح وفيتامينات معينة عشان يقوم بوظيفه الحيوية وجسمك يخص كويس عشان كده من البداية لازم اعملك rebuild من البداية لازم ابنيك من جديد عشان تبقى كويس للأسف 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 احنا عندنا اعتقاد خاطئ اننا كمصريين صحتنا تفوت في الحديد وصحتنا تمام واحنا زي الفل احنا الحمد لله ماشيين بساطر ربنا لكن عندنا نقص الوسائل كتير جدا ومعادن واملاح في حياتنا وده نلاقيه بقوة عند الاطفال الصغيرين التقذم اللي شايفينه في الجيل الجديد معدل سنة العالي جدا في الأولاد معدل الزكاء اللي بيطر راجع مش بيزيد عدم استعابنا ومجهودنا اللي بيقل يوم عن يوم حتى بغض النظر عن المرحلة العمرية والطبيعي مع الوقت ان مجهودك يقل لكن بيلاقيه شباب دوقتي مجهودك مليل ده عشان ايه نقص معادن واملاح وفيتامينات مش بلاخدها بشكل كافي من الغذاء مفهول ناخدها حتى كمكملات مش بلاخدها كمكملات ومش عارفين ان احنا عدلنا النقص ده الحاجات دي لو زبطناها في الجسم هتخس بشكل كويس والموضوع مش سمنة وبس الموضوع صحة بشكل عام النهاردة جبتلكم اهم طبعا الموضوع القيمة كبيرة جدا والموضوع كبير جدا بس النهاردة هنتكلم على اهم فيتامينات نقصها يؤدي الى ذات الوزن وزيادتها هتساعدنا بالتبعية ان وزنك بقى كويس هنبدأ كلامنا عن الحديد الحديد طبعا حدث ولا حرك عنصر مهم جدا الحديد مرتبط بدماغنا كلنا بالانيميا الحديد يفرق جدا مع الاطفال في معدل استيعابهم الدراسي بالاضافة ان نقصه الانيميا اللي بتحصل عن الانيميا نقص الحديد بتؤثر على معدل زكاء الطفل ومعدل نموه عشان كده نجل دايما الاجيال الجديدة طلعة اكثر اكثر قامة من الاجيال القديمة الحديد موجود في ايه ونعرف الحديد بتاعنا كويس ولا الحديد دايما بنقسه عن طريق ان احنا بنعمل سورة دم كاملة بنشوف الهموجلوبين بتاعنا اللي هو دللنا على الانيميا الهموجلوبين مفروض في السيدات يكون ما بين 12 ل 14 في الرجال من 13 ل 15 لكن حالك لو روحت الدكتور في هموجلوبينك 11 حيقوم يزغرة يقولك انت ما حصلتيش انت زيلفل لكن يا ترى هو ده العنصر الوحيد ودلوقتي ظهر معنا على الشاشة العناصر الموجود فيها الحديد في حياتنا اليومية طب يا ترى الهموجلوبين هو العنصر الرئيسي معانا في قياس مستوى صحتك ومستوى انيميتك والحديد في الدم لا فيه عندنا حاجة اسمها في الريتين الفريتين ده البروتين اللي بينقل الحديد يعني انت عندك بضاعة ولازم فيه عمال ينقلوا البضاعة دي لو العمال دول عددهم مش كافي البضاعة هتتنقل بشكل قليل ده ابسط تعريف ممكن نتكلم فيه عن الفريتين الفريتين النوربل بتاعه من 20 إلى 180 نقول مجازا من 20 إلى 200 حريك بتروح تعمل تحليل الفريتين في الدم بيطلع 25-30 وانت فاكر نفسك طبيعي اطلاقا تفوتك يكون 70-80 او 20 مش 70-80 انت هموجلوبينك طلع كويس وعلى الرغم من كده انت بتاعين انك تعبان فالفريتين مهم جدا لما ليجي نعمل المجلوبين نعمل كمان فريتين كمان حاجة اسمها سيروم ايرن نسبة للحديد الموجودة في السيروم في الدم ده مؤشر مهم جدا طيب الحاجة دي تحليل بيطلبها منك الدكتور انا لو عندي نقص الحديد اعرف ازاي طبعا في السيدات بنجد تسقط الشعر بشكل كبير عدم دمو الضوافر بنجد خمول بشكل كبير بيضاد في الشفايف طبعا الشحوب في الوجه انت ممكن تبقى لونك ابيض تبقى بشتك بيضة لكن عندك شحوب شحوب الوجه عدم تركيزك في اداء مهمك وكمان عدم قدرتك على اداء هذه المهام الحديد بنبدأ ناخده ازاي الى عناصر الطبيعية الغنية بالحديد طبعا العسل الاسود ودي من الوصفات الطبيعية المعروفة تاريخيا معلقة عسل اسود صغيرة على نص كوب ماء وعلى نص لونية تقلبوا صوحوا يتاخدوا دي حاجة كويسة جدا ولو اخدهم اي طفل عامة انا بربط كلامي باولادنا في المدارس لان ده شيء يهمنا كلنا لو اخدهم اي طفل رايح مدرسته هو كده اخد فيتامين صباحا لو انت اخدتيها او حررك خدتيها قبل الشغل انت كده ممتازة ولو اخدتيها وانت بتصحق اولادك او زوجك انت كده اخدتي عنصر مهم جدا بنتكلم عن الورقيات الخضراء طبعا الملوخية ومحبين الملوخية في مصر كتير جدا الجرجير ونفتكر باباي لما كنا صغيرين والسبانخ الورقيات الخضراء من الحاجات الغنية بالحديد الحديد برضو موجود في اللبن وموجود في اللحوم الحمراء لكن نقص الحديد بيتطلب ان احنا نتدخل من الخارج وناخد عناصر فيها حديد عشان كده النهاردة هنعمل الارفت اس الارفت اس ده ده عصير وتركيبة هنعملها مع بعض بمكونات بسيطة جدا لكنها هتدينا غزاء كامل جدا يعود كل العناصر اللي ممكن تنقص معاك وتعيخك على انك تعمل دايت نتكلمنا على الحديد طيب نتكلم عن بي 12 فيتامين بي 12 او بي المركب بي المركب مش بيه 12 بس نتكلم عن بي 6 9 12 لكن بي 12 عشرهم بيه 12 عشرهم بيه 12 نقصه بيعمل عندنا مشاكل كبيرة جدا بيه 12 تقريبا مش سايب حاجة اللي ما داخل فيها جهازك العصبي هو مؤثر فيه نقلق لشرط العصبية مؤثر فيها خلايا المخ وكفاءة المخ مؤثر فيه كمان بيفرق جدا معانا في الأنيميا فرق جدا معانا في معدل حرق الطبيعي لتحاليل بيه 12 انه هو يبقى بين 200 ل 900 نانو جرام لكل لتر من الدم العادي انك حتلاقي نفسك 400 و 500 انت حتقولي انه كويس لكن صدقني دا مش كافي بالنسبة لك دايما عندنا مشاكل نقص بيه 12 موجودة مع بعض الحالات المرضية اكبرها الناس اللي عاملين جراحات سمنة هنا العناصر أنا آسف العناصر اللي فيها بيه 12 ظاهرة والصدح حضراتكو على الشاشة دايما الناس اللي عامل عملavier جراحات سمنة بيحصل عندهم بيه 12 بشكل كبير جدا دايما الناس مرضى الجهاز العصبي الناس اللي عندها التهاب العصاب الطرفية بعض الناس اللي عند واغلب الناس اللي مريضة ومرضى سكر بيحصل عندهم نقص بيه 12 ويبيمشوا على جرعة تقريبا مدى الحياة منه القطعمة الغنية معنا بيت ويلف موجودة مع حضراتكم على الشاشة وانا عندي مشكلة في الإشارات النهاردة موجودة مع حضراتكم على الشاشة لعناصة الغنية بيت ويلف نتكلم على الأسماك خاصة السلامون طب السلامون ده يا دكتور من الحاجات اللي بتزودها عندنا الوزد هنا مشكلة لكنه موجود في اللحوم الحمراء بشكل كافي جدا واللحوم بشكل مطلق بشكل كافي جدا وموجود كمان في البقليات وفي الحبوب الكاملة حبوب الكاملة زي الأمح زي الشوفان طيب نقص بي 12 بيعمل عندنا مشاكل كبيرة جدا زي بتكلمنا في السيدات خاصة في الشعر وفي البشرة بيعمل عندنا مشاكل فيه بتحس انك ايدك منملة احساسك ببسكة مش طبيعي بيعمل عندنا مشاكل انه بقدي الى انيميا وكمان بيعمل عندنا مشاكل انه معدل حرقك بالنسبة لنا كده كاتر الدايت كاتر الدايشنز بيبقوا معدل حرقك سايق جدا ومدى تركيزك ولايل جدا وطلب جهازك العصبي مرحق انت مش هتخس نخلي بنا جدا من موضوع ده بنتكلم بقى عن الملك بتاع المجموعة كلها فيتامين دي فيتامين دي حدث ولا حرق فيتامين دي الناس بقت بتستغربها يعني احنا بقالنا سنتين ما ورناش غير فيتامين دي فيتامين دي ما كانش ابدا نعتقد ان في مصر يحصل عندنا نقص فيتامين دي لان فيتامين دي مصطره الرئيسي انهارك تطلع في الشمس تشوف شمس ومصر بلد الشمس اللي جانب بيجو شارم الشيخ حبل في الشمس لكن احنا كمصرين بطلنا تشوف شمس كل بنت خايفة على بشرتها كل راجل ما بين المواصلات وما بين العربية وما بين شغله حتى أطفال صغيرة ما بقوش بيلعبوا في الشمس زي زمان فيتامين دي الحصول عليه بشكل رئيسي انك تعرض تأتيف الماء من جسمك للشمس لمدة نص ساعة يوميا اغلبنا ببقاش بيعمل كده فيتامين دي موجود في عناصر حوالين مننا كلها بس الاسف كلها تؤدي الى سمنا موجود في الزبدة موجود في القشطة موجود في اللبن كامل الدسم موجود في السالمون موجود في الاسماك الدهنية كل دي عناصر متؤدي الى ذات الوزن طيب يا ترى هو نقصه بيعمل عندنا مشاكل في ايه فيتامين دي بالبلد راشئ في كل حاجة يعني ايه راشئ في كل حاجة يعني احنا مش مهمين راشئ في كل حاجة يعني فيتامين دي نقصه يوقع المناعة بتاعتك فيتامين دي نقصه يعمل عندك مشاكل في العزام فيتامين دي نقصه يعمل عندك مشاكل عندك او عندك مشاكل في البشرة وفي الشعر فيتامين دي نقصه يؤدي الى سمنا يؤدي إلى اكتئاب وبتوصل إلى مراحلة متطورة جدا عشان كده الناس في الدول الإسكندلافية والناس الدول اللي بمشوف الشمس بشكل كبير جدا هتلاقي موضوع اللي انت حرق بالنسبة لهم سهل وأمراض النفسية عندهم متشرة طبعا مش سبب فيتامين دي لوحده لكنه سبب كبير جدا فيتامين دي مهم قوي لكن كل عناصر اللي موجود فيها فيتامين دي للأسف بتؤدي إلى سمنة عشان كده محتاجين نشوف شمس ومحتاجين نعمل تحليل فيتامين دي فيتامين دي الطبيب بتاعه من 30 إلى 100 كتير أو يتكلموا لأ أو فيتامين دي ما يتخدش كحقا كأراس عشان ينقزيش كلا حريرك من اللي حصله سمية من فيتامين دي لما يكسر المية للأسف دلوقتي احنا بنشوف ولاد صغيرة بتكلم تحت العشرين وتحت العشرة حاليا دلوقتي بقى الدكاترة لما نشوفه حد 25 و20 بلو انت كويس وزي الفل مع أن النورمال بتاعه من 30 أنا كدكتور في الضايت أحبه يبقى من 40 إلى 50 أغلبنا للأسف عندنا نقص فيتامين دي وحقولكم برضو إيه يعوضه بنتكلم على آخر مجموعة معانا النهاردة لكن هو مش عنصر واحد بس آخر مجموعة معانا هي مجموعة عناصر مجموعة العناصر دي للأسف مش بنهتم بيها منهم حاجة اسمها سيلينيوم حاجة اسمها سيلينيوم السيلينيوم ده معدن ندر في الطبيعة حاجة من اسمها تريس إليمنس المعادن الندرة والمعادن المهمة السيلينيوم بيفرق جدا جدا مع الرجال في القدرات الجنسية لكن مش ده موضوعنا السيلينيوم بيفرق جدا معانا في مستوى المناعة بيفرق معانا في جهاز العصبي والسيلينيوم نقصه بيؤدي إلى مشاكل في الغدة الثيرويد الغدة الدرقية طبعا الغدة الدرقية نقص إفرازاتها والمشاكل بتحصل فيها بتؤدي إلى ذات الوزن هنا الشرط معانا موجود في العناصر اللي بنتكلم عليها طيب السلينيم موجود في هى؟ السلينيم موجود في علي الجمل يعني الجمل بيتدخل مع الاسف موجود في السلامون السلامون الاسف فيه مشكلة ان هو من الاسماك اللي صعاراتها عالية جدا فالسلينيم ل доسف بيبقى عنصر نادر وكمان الحاجات اللي موجود فيها السلينيم للأسف اغلبها بيؤدي الى زيادة الوزن عشان كده دايمة بيحتاج ان احنا ناخده من برة فيتامين سي فيتامين سي من الحاجات المهمة جدا غير يا جماعة انا بتكلم هنا إنك صحتك لو كويسة أنت هتحرق غير موضوع الحرق فيتاميسي فارق جدا في التقام الجروح فارق جدا في البشرة فيتاميسي من الحاجات المؤثرة جدا في امتصاص الحديد فيتاميسي من الحاجات اللي بتقوى المناعة فيتاميسي طبعا ربنا خلقه موجود طول السنة موجود في الجوافع موجود في البرتقان فيتاميسي موجود في الكمون والسيمسون أنتم بتخيلين موجود في التوابل حوالي مننا فيتامينسي موجود في كل تقريبا الفاكهة الطازجة عشان كده فيتامينسي بالنسبة لنا مهمة جدا نتكلم على الزنك الزنك طبعا مرتبط جدا مع السيدات على مشاكل البشرة ومشاكل الضوافر هو فعلا بيعمل كده لكنه كمان بيعمل نقص وبيعمل فقر دم نقص وبيعمل مشاكل في البشرة الزنك موجود معنا في السالمون موجود عندنا في البيض وموجود عندنا في اللبن على ذاكرة سمك السالمون من الحاجات الغنية جدا بالعناصر الغذائية لكن مشكلته في صعراته عالية احنا لو نقدر ناكله مرة في الأسبوع هيبقى جيد بالنسبة لنا النحاس النحاس ما يقدي نقصه معانا للأنيمية يقدي كمان إلى هشاشة العظام لو تاخد بالك لكل العناصر اللي بيتكلم عليها هي عناصر للصحة بشكل عام الصحة بشكل عام لو كويسة انت هتخصي كويس طيب اللي حاس نلاقيه فين؟ أشهر حاجة موجودة عندنا الكبدة الكبدة البقري أو الكبدة الجملي كبدة الطيور ما بفضلهاش نسبة الكوليسترول فيها عالية تمام؟ موجود معانا كمان في اللوز اللوز من حاجات كويسة جدا في الضايت لكن ما بنحبش ناخده بكميات كبيرة نتكلم على خمسة اللوز ناي يوميا هيفروق جدا معانا في الصحة الكالسيوم يا طرق انت سألت نفسك في يوم من الأيام عضواتك بتشتغل ساي؟ عضواتك بتشتغل عن طريق نواقل عصبية والنواقل دي بتتأثر جدا بالكالسيوم بالماجنيسيوم بالبوتاسيوم الكالسيوم فارق جدا معانا في كفاءة العضلات فارق جدا معانا في كفاءة العضم فارق جدا معانا في نشاطك ضعص الكالسيوم بيعمل عندك وهنعام وجع دايما هللاقي الناس بتشتكي من الجزء بتاع ريست هنا في الجزء ده تمام؟ بتشتكي من ركبها ورجليها لكن دايما الجزء ده من أشهرهم بيشتكي يبدأ المجهود يبدأ يعمل حاجة ست وقف في المطبخ مثلا بتعمل أكل أو بتعمل أي شيء أيا كان بتبدأ كويسة لكنها بتنتهي سيئة ومش قادرة تستحملها وإديها هتموتني بيبقى سبب وحاكتين والأغلب بيبقوا مرتبطين ببعض نقص فيتامين دي ونقص الكالسيوم الكالسيوم طبعا عارفين كلنا إنه موجود في الألبان بعض الناس بتقول إنه لبن خالد دسم ما فيهوش أي عناصر غذائية مفيدة لكنه غني بالكالسيوم موجود في كالسيوم كويس موجودة طبعا في الجبنة ومالك الجبنة هي الجبنة الأريش الكالسيوم موجودة عندنا في البيض الكالسيوم موجودة عندنا في السمسم موجودة عندنا كمان في الكمون وبشكل كبير جدا في التوابل يعني تجد إنك لو أكلك بقى متوازن أنت بشكل كبير جدا حيفرق معاك مسألة صحة بشكل عام وكمان حرقك حيفرق يبقى تكلمنا على بيهو 12 على الحديد على فيتامين دي تكلمنا على عناصر رئيسية السيليم السيليم أنا آسف السيليم وسيليم شابه بعض السيلينيوم وده عنصر نادر في الطبيعة لكنه وجوده مؤثر خاصة على الغضة الدرقية اللي بتفرق جدا معنا في معدل حرق على الزنت على النحاس على الكالسيوم على فيتامين سي النهاردة هنعمل حاجة اسمها R-V-S وده عصير هيفرق جدا معاك في تركيبة العناصر الغذائية دي كلها انه هيرفعها في جسمك بالتالي هتحرق بشكل كويس برج الماضيات اللي هنقوله النهاردة غير انه هيدك طاقة وكأنك خدت جرع الفيتامينات عالية لا من الحاجات اللي بتنزل وبازن بشكل عالي جدا انتهت فقرتنا الاولى اللي اتكلمنا فيها عن العناصر الغذائية اللي بتفرق معنا والمعادل والاملاح والفيتامينات اللي فرق معنا في زيادة معدل حرق بعد الفاصل بإذن الله هناخد تلفرات حضراتكم وناخد أسات حضراتكم وبعدها هنعمل الخلطة بتاعتنا ونقول بروجرام الدايت وقال لكم على الفائز الجديد لايف مع الروحيم نرجع لكم بعد الفاصل دلوقتي هتلاقي كل منتجات جرين سمايل الطبيعية 100% على موقع جرين كير شوب على الموقع الالكتروني www.greencareshop.com ادخل على الموقع واختار المنتج اللي ينسبك واحدد الكمية اللي انت محتاجها واطلبها اونلاين وتوصلك لحد باب البيت لتفاصيل اكتر عن منتجاتنا الطبيعية اتصل على 0122 40 509 او زور صفحتنا على الفيسبوك جرين كير شوب اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكلك أصغر عشر سنين لما تستخدمي بيرني اللي بيحرق الدهون في جسمك أكتر ثلاث أضعاف مايو جرين خس وطير الكرش لو عايز حياتك تتغير وشكلك يبقى أحسن مما تتخيلي وبدون ترهولات أو دفوات يبقى لازم تتواصل مع عياد الدكتور محمد رحيم على رقمنا 010-138-35-311 أو بعتلنا رسالة على واتساب 015-514-645-8 وإحنا هنكلمك لا 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 خيرك تخانس وعايزة تهدي علشان تعرف تحديد مش عادة تتخيل مش عادة تتخيلنا دكتور إن احنا نبعد عن بعض إحنا قضينا مع بعض أحلى الأوقات وتتصورش إحنا في ذكريات جميلة ومشتركة بيننا كتير قد إيه بيتحملك وتقدر تسدد عليك بيدخل قبلي في أي مكان برد إنسى بقى الكرش والذكريات دي بجمبها يخليك تخس من غير ضعي معيو جرين خس وطير الكرش موسيقى 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 رجعنا عليكم في برنامجكم الأسبوعي من ستة لسبعة في كل يوم اتنين لايف مع روحيم معاكم دكتور محمد روحيم دلوقتي فقرت الأسئلة من الحاجات كتيرة جداً اللي سألت معنا في الأسبوع اللي فات هو الأطفال سمة الأطفال وعندي إبني في ابتداء أو في إعدادي أي إن كان معدل السمنة كبير جداً عنده يا دكتور ومش عارفين إزاي ننزل وزنه وهو طبعاً أي طفل في الدنيا مش هيحب فكرة الضايت مش هيحب فكرة الحربان الأطفال لازم نتعامل معاه بمنطق إن البيت كله في خدمة هذا الطفل ده عنصر مهم جداً قبل بيتكلم مع الطفل لازم نتكلم مع والده و والدته يعني أنا بدأ أنا ضايت بيتلعش الأكل الجميل كله مرة واحدة خلاص بدأ أنا ضايت ماما أنا عاوز محشي طب أنا مش هعمل محشي مش هعمل ماكرونة مش هعمل مش هعمل 50 صنف اللي ممكن تعمله دول عشان إخواته بجعنينه ويا حرام إخواته نحرمهم عشانه لأ ممكن إخواته برضو أكل أكل صحي وفي عندنا يوم أو اثنين فري في الأسبوع عشان الطفل فما تعمليش أكل يزود الوزن وتقوليله بصه وما تاكلش عندنا مشكلة بيراجة جداً فاسمة الأطفال هو بداية اليوم الطفل عشان خاطر ينزل يروح المدرسة أغلب الأمهات دلوقتي بقى ما عنداش وقت عندها أكتر من الطفل باش هتوقع التفتر خد سندواتشات أو خد فلوس ويجيب أكل وإنت موجود في المدرسة أو خد سندواتشات معاك وإنت نازل وكل في البريك دخال الطفل الصحي الساعة 5.5 أو 6 البريك بتاعه الساعة 10 هو قاعد 5-6 ساعات ما كلش هيبدأ يأكل هرمون الإنسلين هيبدأ يزيد عمده في جسمه عشان يحرق الأكل بس يحرقوا زيادة عن اللزوم طبعاً نحدث ولا حرج عن الحلويات هيرجع ماما جعان جداً هيتغدى هيكل كيمية أكبر لأنه ما بدأش يومه صح طفل إزاي يقعد 6-7 ساعات في أول يومه من غير ما يأكل الطفل قبل بينزل البيت لازم ياخد حاجة الحاجة دي عبارة عن إيه؟ من أسهل الحاجات وأظرفها كباية زبادي ومعلقتين شوفان يتضربوا في الخلاط مع معلقة عسل نحط ويشربهم شرب ويشربهم شرب مش شرطة نقوله ده على كلب المعلقة مش هيقب من حضرتك سانيتين هيفرق جداً معنا في اليوم لازم بعضهم يشرب ميا اللي نسبة للساندورتشات اللي هيخدها مع المدرسة بقى عمدينها كارثة الأطفال كلهم يعني بقوا مدمونين عش فينه العش الفينه ده جماعة من أسوأ أنواع العيش العش الفينه ده بيتحرق بسرعة جداً بيخلي الجسم يفرز كمية أنسولين كبيرة جداً عشان يحرقوا العش فينه مش بيوعد في المعدة وقت كافي ملوش طايدة تحت أي مسمى تمام؟ الصح بتاعنا ده ياخد عش بلدي طب هو مش حابب ياخد عش بلدي معاه في المدرسة قدي له توست سن يا دكتور اطلاقاً الطفل ياخد توست حبوب كاملة ياخد توست حبوب كاملة تمام؟ طيب بسم الله أم إياد ناخد تليفون ونكمل محراتكم أم إياد اتفضل يا فندم زي حضرتك يا دكتور أهلاً بسيادك يا فندم أولاً بشكر حضرتك على البرنامج جداً رباني أعزك شكراً ليك يا فندم وعايز أستشير حضرتك ابني عنده سنتين وشهر تمام يا فندم والأفروض إن إحنا أصلاً بننام الصبح وبنفضل نايمين طبعاً في النهار يعني بنسحى مثلاً على الساعة واحدة الضهر طبعاً ما بنعرفش ناكل إلا مثلاً على بعد العصر وآآ ابني مع كل مرة بياكل لازم بيعمل بيبيه تمام آآ بس فمش عارفة ده صح ولا غلط آآ الحاجة التانية دايماً يا دكتور معديدي تعبيني وبرجع كتير وبرضو زي ما قلت لحضرتك ما بتجيش نفسه على الأكل إلا مثلاً على بعض العصر وبالليل بس تمام يا فندم فمحتاج أن حضرتك ترد علي أعمل إيه؟ حرد علي سياتك حاضر يا فندم شكراً لحضرتك طيب بنسبة لأم أياه الطفل سنتين وشهر إحنا بنتكلم تم متابعته الأفضل طبعاً مع دكتور الأطفال بتاعه لكن هتكلمك بشكل عام الطفل من بعد ستة لتمن شهور بيبدأ يزبط ساعته البيولوجية الطفل وهو في جنين في بطن حضرتك ما يعرفش الليل من النهار بالتبعية مش فرق معايا صحي إمتى نايم إمتى حينزل اللي نقابله في الحياة بمنتهى الترحاب ومنتهى الجمال بس الربا ما تصدمش يعني جميل بعد شوية بيبدأ مفرد تبط معيد نومه معلومة ليكي ولكل السيدات الطفل بينمو لما ينام في الليل الطفل ده طيب أسعى زينكم الفندم هنطلع فاصل ونرجع لحرقكم مرة تانية بإذن الله رجعنا لحضراتكم لايف معروحي معادنا كل يوم اتنين من الساعة 6 إلى الساعة 7 ومنتظر أسانيات حضرتكو كنا بنكمل رد على أم إياد ربنا يخليها طفلها سنتين وشهر اتكلمنا على إن الطفل يا جماعة بينمو لما ياخد كفايته من النوم بالليل مش بالنهار فإبنا حضرتك كده أنت اللي بطاله معيد نومه هو حيصهر بطبعه أنت طوعتيه طيب خلاص أنا بكرة هنأيوم من الساعة 12 ولا عمره هينام حنبدأ كل يومين رجع ساعة يعني النهاردة وبكرة بينما بينمو سبعة صبح هنخليها ستة بعده وبعده كل يومين هنرجع ساعة لحاجة من حاولنا ندخله السرير الساعة 12 الظهر تمام؟ فهكده هيبدأ يزبط نومه فكرة عدم انتظامه في الأكل طبعا دي كارسة طبعا طفل سنتين وشهر ببدأ يأكل طبعا لازم هيبدأ عشان يخطو خطواته في الحياة ده محتاج نهتمله بالبروتين بروتين كويس زي السمك اللحوم الحمر فهاش مشكلة اللحوم البيضة طبعا الجبن والقلبان مهم جدا ان هو ياخدها حضرتك قلبت يومك معاه حضرتك قلبت يومك معاه فكرة نوة بيعمل حمام بعد ما يأكل دي بقى طبيعة بقى عند الاطفال طالما ان يعيسك مش اسهال فانت تمام يعني مفيش مشكلة خالص من يزبل حضرتك بقى انت معدتك تعباكي بص يفنم حياتك كلها هتبوص طوام معد نومك وعشة دي نقطة مهمة كلمة رجيم في الأساس يا جماعة يعني نظام قبل ما نقول ان هو ضايت ومش ضايت كلمة رجيم يعني نظام لو انت استعبت الفكرة دي ان الرجيم يعني نظام انت ترتاح في حياتك كلها فكرة معدتك تعباكي لأ ممكن بتتكلم انك ما غيرتك تاخد شمر على نعنيع قبل كل وجبة بنص ساعة مثلا او حاجة برضو نخلي بقى يا جماعة ده موسم تغير الفصول تغير الفصول والجاوبة بدأ يبرد شوية ده موسم تعب المعدة فده ممكن شيء ما يلقناش إلا لو استمر ممكن ناخد حاجات بسيطة والنعناع هيراحك بشكل كبير جدا معانا او استاذة مها تفضلي يا فندم اهلا بسيطتك يا فندم اهلا بحردتك رباني اعزك ده نورك يا فندم كنت عايز حاجة حضرتك لامساكن الشديد وعايز حاجة لسد الشهية طيب ماشي يا فندم هلايا ليك يا حاضر بالنسبة يا استاذة مها بالنسبة للسد الشهية احنا عملنا حلقة يريت ترجع الحلقة اللي فاتت احنا تقومنا على اربع خمس حاجات لسد الشهية اه حاجات كتيرة جدا ومتوفرة هتبقى كويسة لحضرتك الحلقة اللي فاتت هموجودة على قناتي على اليوتيوب وموجودة على قناة الصحة والجمال وموجودة على صفحتي صفحة دكتور محمد روحي ومع جروب بتاعي كمان طيب بالنسبة الامساك الامساك مع الرجيم لأسف مرتبطين ببعض اه طبعا من الحاجة المؤذية للحالة اللي بتعمل الرجيم مؤذية جدا للدكتور لانه بيؤدي الى ثبات الميزان اوقات كمان بيؤدي الى زيادته طبعا بتبقى مرجعات رؤسية لقلة كمية الدونة لدخل الجسم وكمان قلة كمية الاكل طيب ازاي اريح نفسي بقى بالامساك طيب احنا قلنا الكلام ده احنا كلنا عارفينه طيب معلقة زيزتون كبيرة قبل الغداء او على الصلطة اللي هنقولها قبل الغداء مهمة جدا ناكل بقى دونس بكمية كبيرة ونشرب مية بالكمية كبيرة مهمة جدا اه الحركة الامساك مرتبط بقلة حركة الامعاء فلو الامعاء اتحركت بشكل كويس اللي هي رجعة ان حضرتك تمشي الدنيا هتبقى عندك كويسة بعض الناس عندها امساك بطبيعتها دي نقطة مهمة لكن قبل الكلام ده كله لازم اقولك حاجة بسيطة جدا الامساك مش معناها ان حركت دخلتي الحمام النهاردة مرة واحدة ولا دخلتي خلال يومين مرة واحدة الامساك علميا انك تعدي تاتيا ما تتخلش الحمام فلو كل يوم بتدخلي مرة واحدة انت كويسة لو كل يوم ونص انت كويسة لو انت جاوزنا يومين هنا ممكن نتكلم عن الامساك اخر حاجة ممكن نلجأ لها الحاجات اللي ممكن تعمل اليونة وخلي بالك دي اخر حل لانها سيئة وانا لا افضلها معلقة زيزة تون المش لكو البقدونس كتير نشرب مياه كتير ممكن نشرب مرمارية شمر نعناع كمون مع بعض مرمارية شمر نعناع كمون مع بعض تمام معنا سؤال تاني استاذ نريمان الفضالي فنم ازاي حالك يا دكتور الحمد لله يا فنم انا لبسيادتك منور الدنيا يا فنم انا نريمان منذور وبتصل اقول لحضرتك منور الدنيا وعايزا لكل المشاهدين تجربتي مع حضرتك رباني اعزك تسلام يا دكتور وفعلت الوزن مناسب بفضل توجيهك ورجماتك ونصايحك بجد يا دكتور عشان حالك ملتزم والله يا فنم رباني اعزك تسلام يا فنم مرسيل زوءك يا دكتور وفعلا منور الشاشة وبجد والله يعني حضرتك في التني كتير في اني عوصل للوزن اللي انا عايزاه والصورة اللي انا عايزاها بجد افضل دكتور دايت في مصر بروفسير الرشاقة بجد يا دكتور انا طبعا مريف تقال لان حضرتك فعلا طبعا محفزني كل المعلومات بس انا بتصل والله بجد لاني بتمنى كل المشاهدين يتابعوا حضرتك ويلتزموا بالنصايح فعلا والله جابت معي نتائج كتير وصلت للوزن اللي انا عايزاه وثقت رجعتلي بنفسي وصلت للشكل اللي انا حباه بفضل ربنا اولا وبعدين حضرتك تستميلي يا فنم ربنا هذه استاذ النريمان من امثلة اللي الدكتور بتبسنه واشتغل معها لانها كانت انسان عندها عزيمة كانت قاعدة فترة من شغلها وبعدين كانت عاوزة ترجع تستعيد شكلها اللي كانت عليه وقت الشغل وهكذا فكان عندها هدف يعني انسان عنده عزيمة مع دكتور بيوجهك اكيد بازلها تجيب نتيجة يعني الموضوع يعني سدقيني مش انا عبقاري يعني لكن حديثك انسان ملتزمة معنا وشكرا جدا لكلامك الجميل يا فن معنا ام يوسف فضالي استكل الو فضالي يا فن السلام عليكم وعليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيزمك يا دكتور انا بني عند سنتين ونص ووزن عشرة كيلو تمام يا فن ويعني زليت الاكل بيقلله بالعافية طيب بص يا ميوسف بالنسبة للوزن ابن حضرتك عشرة كيلو هو في النطاق الطبيعي في النطاق الطبيعي اللي فيصل بيننا وبين بعض بالنسبة للعمر ده سلاتين ونص عشرة كيلو يا ترى صحته عاملة ازاي يا ترى بيقولك وهو بيلعب انا تعبان ولا بسهل ممكن ربنا يا ربي خلولك بأحسن حد في دين كلها بيلعب ساعة و ساعتين من غير ما يشتكي فيصلنا في طفل زي كده صحته عاملة ازاي هو عشرة كيلو على فكرة وزن معقول لو بقى ارطناشر حيبقى افضل بكتير لكن عشرة كيلو يا فندم وزن معقول الان عمي على الولد هنتابع يا ترى بيشتكي او لأ سانين شهيته عاملة ازاي بيعود يأكل معاكو كويس ولا ببياكلش طيب حتى لو بيأكل اكلة صغيرة بس بيكرر في اليوم ده ما فيهوش مشكلة خالص مش لازم يعود يأكل واجبة كبيرة فيه اطفال بطبيعتهم كده اخر حاجة طبعا ان احنا نعمله تحليل صورة دم كاملة ونشوفه مجلوبين وعامل ازاي معانا استاذ صارة تفضل لي فندم طيب استاذ رمضان تفضل طيب هو واضح للمشكلة في الاتصالة ناسف نرجع لنقطتنا الرئيسية اللي كنت بنتكلم عليها الطفل اللي وزنه زيادة والاسف مش عارف يبدأ يعني يمارس حياته طيب رجعنا لأستاذ صارة مرة تانية تفضل لي فندم اهلا بساعتك يا فن بقولك يا دكتور انا كنت تحامل ومبتة كيصرية مش عارف قول بطني زيادة يعني عارفة نزيبها والده بقلك قديسة الكل اه والده بقلي شهرين شهرين طبيعي على قيصري قيصرية قيصرية ماشي يا فن محاضر اولا الف الف مبروك تمام وان شاء الله يا ربي تربى في عزة حضرتك بص يا جماعة شهرين القيصرية احنا بتكلم على الجرح حاليا بقى الاسف انا مخدش باقي باقي البيعات من حضرتك وزنك عامل ازاي لو كانت في سمنة في منطقة البطن من قبل الولادة والسمنة دي زادة من قبل الحامل ااسف وزادت في الحامل تبقى التقام الجرح بطيء شوية فاحنا بنفضل ان احنا نستنى بعد فك السلك شهر ونص او شهرين تمام طيب بالنسبة لك يا فندم هنصبر شهرين من دلوقتي تبقى قفلتي اربع شهور ممكن وقتها هنتوجه ان احنا نعمل جلسات لعلاج السنة الموضعية لكن دلوقتي لو الجرح تمام وانتي كويسة هنبدأ نمارس رياضة الرأس اجبل رياضة للست الرأس ونط الحامل لازم نبدأ نمارس رياضة بالنسبة لك لو بتردعي طبيعي مهم جدا الفيتامينات الكالسيوم والوجبارات الفيتامينات اللي بتتاخد مع الرضاعة والحديد مع الرضاعة مهمين جدا عشان باذن الله مع شهر ثلاثة او الرابع نبدأ نعمل ضايت بسيد رمضان اتفضل وعليكم السلام اتفضل يا فن والله انا اول حالة نشكو تيارتك على الاخلاص ونتمنى على استماعات الجمال وعندي سؤال اتفضل يا فن انا جلوكي نحن عندي الكاثر الكالوي ويالعزائي البلد ينسع لعزائي المشكلة هو الاسر فن السؤال مش واضح ممكن تعدو مرة تانية ومشأت عندي الكاثر الكالوي تماما فن في حاجات الديك في موضوع عزيز كذب الكالوي شكرا عمير بدك السلام حلو عمير فن تمام طب الاساس رمضان عنده مشاكل في الكلة نقطة مهمة جدا عيان الكلة وعيان الكبد الاتنين دول بالذات ابوه وامه والجاد فزر بتاعه وموجهه في الحياة هو دكتور الكبد ودكتور الكلة لان المرض نفسه يا ربنا يا رب يشفي الجميع بيمر بمراحل كل مرحلة ليها متطلبات معاينة في الغذاء بتاعه فهو لازم مرجعاتك دايما دكتور الكلاب بتاعك لكن بشكل عام اللحوم الحمراء كتير ويريد تبطلها اللحوم الحمراء كتير ويريد تبطلها بلاش منها خالص العسماك واللحوم البيضاء تبقى أفضل بكتير طبعا شرب كميات الميا مهمة جدا البقدولس بالنسبالك مهمة جدا التوابئة الشديدة في الأكل مدمرة بالنسبالك يعني تاكل الأكل عادم تمام وان شاء الله بس ترجع دي خواعد عامة لحضرتك وترجع لدكتور الكلاب بتاعك يا فنم عشان نعرف أنت في أي مرحلة وان شاء الله يا رب تبقى في أخف مرحلة وتشفى قريبا بإذن الله أم يوسف تفضلي يا فنم ألو اتفضلي يا موسف اتفضلي يا فنم انا مستمعك أنا أسف فنم كنت عاوز أي فنم كنت عايزة عمل لجيني معايزة يعني أنصر لجينك واني تمام يا فنم انت حضرك ولا لسه والدة قريب أو حاجة؟ اه لا 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 يعني قد تلات شهور؟ تلات سنين تلات سنين لا تمام تمام يا فنم وزنك وسنك وطولك؟ وزنة ثلاثين سنة واحدة سنة وزنة خمس ستين مية خمس ستين وزنك؟ اه وزنة ثبعة سنة سبعة وتمانين ماشي يا فنم طبعا حضرتك بالنسبة لنا أنك أنك ربنا نديك الصحة أنت كاي ما عندكش ما يامنع أنك تبدأي الرجيم بشكل كويس تابعي معانا إن شاء الله بإذن لآخر الحلقة النهاردة هتكلم عن حاجة اسمها RVS RVS ده عصير بيعمل فنق جتير جدا معانا في إنقاص الوزد وحندي بروجرام ضايت كامل تمشي عليه مع العصير ده العصير اللي بنعملها بتفرق جدا معانا جماعة في معدل استجابتك للرجيم الحلقة اللي فاتت إحنا كنا عاملين بروجرام لمدة أسبوع والنهاردة هنكمل بإذن الله فالحلقة اللي فاتت موجودة معانا على صفحات الشخصية وعلى قناة اليوتيوب والحلقة دي لو تبيعتي كل ضايت كل أسبوع هتنزل بشكل عالي جدا معانا تلفون اتفضل لي فنم سلام عليكم معانا سلام يا فنم اتفضل لي فنم أمو أنا صندوميات أهلا بسياتك ستكول أقول لحضرتك اتفضل لي فنم أنا عمري ستة وسبعين سبعة وستين سنة رب بيديك الصح حول عمري يا فنم وزني سبعة وسبعين تمام طولك وطولي مية وخمسين طولك كام يا فنم مية وخمسين مية وخمسين تمامي فنم أنا كنت وزني كان الأول مية وخمسة فبدأت من 2011 بسم الله ما شاء الله عليك برافو اه ما شاء الله قوة إلا بالله فبدأت مع نفسي يعني عملت ضايت كده وعملت جلسات موضعية المهم المشكلة اللي عند الوقتي في دفهات في بطني وفي الأرداف تمامي فنمم كنت عملت ايه جلسات اسمها ايه يا فنمم عملت كابيتيشن وعملت كرايو وعملت ار ايه بص انا كل ديليزر عملت كل حاجة بصراحة انا يعني وان شاء الله بس انا عايز اقول لي حاضيتك حالت من دوت اللي هو سبعة وستين سنة ده تمامي فنم مع الوزن دي المناسب ولا خصد لا يا فنمم انت الصح بتاعك تبقي ستين خمسة وستين نقول خمسة وستين فبنتكلم انك محتاجة تقلي على الأقل اتنشر كيلو وده هيفرق جدا معاكي لاندلوقتي حديك تتكلمي على بدايات سمنة ومرحلة تانية انت في سمنة ومرحلة اولى اخر درجة فيها بدايات سمنة ومرحلة تانية لازم ربنا اديك الصحة والعمر ايه الكتلة بتاعدي تانية وثلاثين بالزبط مواسمنا مرحلة اولى ودخل على مرحلة تانية اللي بعد الخمسة وثلاثين ايه مالا قولت لحضراتك كده تمام فيا فنمم لازم تنزلي شوية عشان نطقي مشاكل الركب وضهر وكذا يا دكتور رحيم لو تعفنا باكل ايه انا ماشى بنظام لايفي ستايل رغيب بالزبط كويس يعني بطحة من نوم اشرب مية دافية كده بسيطة بعدها معلقة عسل نحن بنامو لبن كوبية بعد كده أربع معلق شوفان في كوبية لبن بدون سكر وبدون اي حاجة اعود ساعتين بقى ما يفتحش بعد كده مية بعد كده صمت فاكهة اتغدى خمس معلق رز ما فيش اي محملات ومقاليات خالص تمام يا فنم يعني وإلى عشا فكهة وضباني انا ساعتينك في كله انا اقولك بس على نقطة مهمة يا فندم ايه لازم حاجة تستوعى بيها اللايف ستايل يثبتك في المرحلة دي ما ينزلكيش انت عامل نظام صحي فانا صحيتي هتبقى افضل وهبقى كويسة لكن مش هنزل في الوزن لازم نرجع نعمل بروجرام دايتس مرة تانية اللي انت عاملاه دا ممكن نرجع له مرة تانية بعد ما نخص الاثناشر كيلو دا الناس اللي بتلخبط يعني الناس بعض الات قولك انا ماشي كويس وبنخصش ليه حبيبي انت عامل لايف ستايل اسلوب حياتك بقى كده فجسمك اتعود لازم دايتكسر ان احنا ناخد 3-4 ايام نلخبط ونرجع نعمل دايت مرة تانية وهستأذلك تعمل تحليل فيتامين دي تمام تحليل فيتامين دي لان فيتامين دي حيفلق جدا معنا في المرحلة العمرية دي في معدل النزول ناخد أستاذ اسراء اتفضالي استكل عليكم السلام عليكم وعليكم السلام انا عمد 13 سنة تمام يا فاني وزن 114 تمام طول 165 جميل يا بابا تفضالي وعايز اخس تمام بص استكل عمدك اياه مشكلة صحية اسراء دخل ليه حوام ممتدة المفعول دا حوام هي يا فاندم؟ بلسلين؟ حوام ممتدة المفعول تمام فان تمام بص عمتا كونك بتاخدي حوام بلسلين متدد المفعول عشان خاطر الروماتيزم او يعني كان جالك كنتو صغيرة دي مش مشكلة متعقفاش خلاص في النزول البازن طالما طالما مش بتشتكي من الركب والمفاصل وقدر تعملي معنا مجهود اللي انت عندك دي يا بابا احنا بتكلم على تقريبا تقريبا سمنا مفرطة سمنا مرحلة تانية اخرها بدايات سمنا مفرطة على مرحلة عمرية دي تايزيكي جدا طيب فكرة انك عاوزة تعملي بدايت دا يا جماعة الجزء اللي ان شاء الله هنبدأ فيه يعني بعد الفصل ده هنرجع عشان نعمل الخلطة بتاعتنا وندي بروجنوم الدايت بتاع الأسبوع احنا كل الأسبوع بنعمل بروجنوم دايت هم جدا تابعوا البرنامج عشان تعرفوا الدايت بتاع الأسبوع والأسبوع اللي قابله وهنتابع حالتنا مع بعض برضو ليك فرصة كبيرة جدا تخش معنا التحدي احنا عاملين تحدي روحين برعاية شركة جرين سمايل بصراحة اشكرهم جدا على السابورت اللي مدهولنا في البرنامج التحدي دا بناخد حالة مجانا تماما لمدة شهر كشف ومتابعات وكمان جلسات عشان خاطر نغير حياتها بشكل كامل مكر حاجة تدخلي في التحدي وهقولوك على الشروطه بإذن الله بعد الفاصل احنا بعد الفاصل هنسمع الفاصل دا باسم النار عمر رحيم هنرجع نعمل الخلطة بتاعتنا وحنقولوكم مين الفاز معنا بتحدي الأسبوع اللي فات وهنتكلم كمان عن الضايت بتاع الأسبوع دا بإذن الله اشوفكم بعض الفاصل اسمي بسعينة سيد اسماعين طولي 161 وزني 96.7 من 10 نجيت للدكتورة عن طريق النت وان شاء الله هبدأ مع الدكتور اولى الجلسات قوة اول أسبوع في الرجيم ان شاء الله ووزني 96.7 من 10 النهار دا في أول اذا وزني دا عملك ايه مشكلة يا فن مشاكل صحية ان انا لو كانت اصلا مسلم دور واحد بنهك قدل اني كنت باشتغل وقعت من الشغل بسبب الوزني كتير مقدرش تتحرك كتير رجلي بدأت تتأثر واتعب حتى في البيت مع ولادي وكده الحركة بيتقليلة اكتر المكان دا احرك في الشكل ايه فندي؟ البطن والجنيب طب دول هنشتغل عليهم بإذن الله في الجلسات ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك دلوقتي هتلاقي كل منتجات Green Smile الطبيعية 100% على موقع Green Care Shop على الموقع الالكتروني www.greencareshop.com ادخل على الموقع واختار المنتج اللي ينسبك واحدد الكمية اللي انت محتاجها واطلبها اونلاين وتوصلك لحد باب البيت لتفاصيل اكتر عن منتجاتنا الطبيعية اتصل على 0122 40 509 او زور صفحتنا على الفيسبوك Green Care Shop موسيقى 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 اللي بيحرق الدهوم في جسمك أكتر ثلاث أضعاف معيو جريل خس وطير الكرش لايف مع روحيم كل يوم اتنين معاكم دكتور بحمد روحيم الـ RVS الـ RVS ده ده عصير هنتوا عارفين ان احنا نتكلم دايما على حاجة اسمها الوجبات البديلة ازاي حاجة واحدة كل ما معنا في وقت كترة جدا بصعرات قليلة وتخلينا نخس اليوم ده هتكلم على الـ RVS الـ RVS ده ده عبارة عن عصير احنا اتكلمنا في البداية على عناصر كتيرة نقصة في جسم البني آدم محتاجين ناخدها من حاجات من عناصر خرجية الناس كيركات تتكلمت معنا ان احنا عاوزين بروجرام مضايب بتاع الأسبوع موجود على الشاشة عشان خاطر يعرفوا ويتابعوه فهو حاليا موجود برضو لتجهات موجود على الشاشة مع حضراتكم البروجرام بتاع الأسبوع عشان تلحقوا تكتبوه وانا حشرح لكم بالتفصيل طيب الـ RVS بتكون معنا عن ايه هتكلم على الرومان الرومان يا جماعة ملك الفكهة فكهة ربنا خلق عليها تاج والرومان ملك الفكهة بتكلم ان احنا معنا النهار ده كمان بانجر بيتكلم على بانجرية صغيرة تبقى مسلوقة يا لما نص سلقة يا لما سلقة الناس اللي عندها قولونا تعبان يريد تعملها سلقة كاملة تمام نص كوب بين عصير البرتقان بدون سكر هدا بقى المهم بالنسبان المهم بالنسبان احنا هناخد معلقة ممسوحة او معلقة مهزوزة من الكمون معلقة صغيرة مهزوزة من الكمون ومعلقة صغيرة مهزوزة من السمسم السمسم انها لونه فاتح ليه السمسم دونونه فاتح يا ترى نوع غريب او نوع نوع مش موجود في السوق اطلاقا ده سمسم عادي مش محمص كارسة كبيرة جدا ان احنا بدونوح نجيب من عند اي عطار سمسم محمص او مش محمص سبت الكل لا طبعا عاوزها محمص عشان طعمه أحسن المحمص ده فيديته قلت جدا السمسم يا جماعة غني جدا بعناصر مهمة غني موجود في حديد موجود في عناصر ندرة موجود في نحاس موجود في زنك تمام السمسم مفوش كلسترول في نسبة كالسيم عالية طيب فيفة ده مين بي سكس وده مهم جدا للسيدات عشان شعرهم وضوفرهم خي احنا نجيب سمسم مش محمص كمان ليه حطينا الكمون الكمون ده منجم الكمون اللي بنتكلم ان في في تلتمية وخمسين في المية من احتياجك اليومي من الحديد تمام هنبدأ نعمل نضرب العصير وبعد كده هنضيف عليه الرومان وكيس من الجرين لاين الجرين لاين هنا دوره مهم جدا الجرين لاين اللي هو المنتج الاسبرلينة بينفرق جدا معنا فعناصر الموجودة فيه ان هي بتبقى بتدينا طاقة علي جدا بتدينا نسبة بروتين احنا كده اخدنا وجبة كاملة يبقى تكلمنا ان احنا حطينا كمان عصير لونتين او عصير لونة واحدة طبع يعني المتواجد في البيت طبع نسبة معدتك عاملة ازاي ترى بتحس بحمودة او لا يبقى معنا عصير لونتين معنا كمون سمسم الجرين لاين بيه او من غيره لكن انا افضل دايما بيه ومعنا البنجر وكمان الرمان لازم الخليط يا جماعة يتضرب بشكل كويس جدا انت هنا اخدت مكمل غذائي كامل اخدت جرعة دواء الصبح ممكن تشربه امتى ممكن تشربه الصبح ممكن تشربه بدل وجبة الفطار ممكن تشربه بدل وجبة العشا ممكن تديه لاطفالك طعمه رائع ايه رأيكم ممتاز جدا خلاص اعتبرنا يا جماعة نحنا نجرب الار فيت اس وتقولولي نتائج وماشا معاكم ازاي بورجة من دهية الاسبوع ده الفطار الغدا بتاعنا خمس معلق رزق معاهم كبدة او سمك او تونة او لحمة وعشانها زبادي وكمون وشية شكرا لحضراتكم بإذن الله هنتقابل الاسبوع الجاي وهلاخد كمان حالة معنا من الحالة التحدي الجديدة ونفردل حضراتكم بإذن الله هاخد اسئلتكم بإذن الله في الكومنس اشوفكم بالاسبوع الجاي لايف مع روحيم كل اتنين من ستة لسبعة كان معاكم محمد روحيم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة